قالت مصادر مطلعة أن ميليشيا الحوثي تحاول تقسيم وتجزئة الخطوط الجوية اليمنية من حيث تعيين رئيسا لمجلس إدارة الشركة في صنعاء وإدارة العمليات والمبيعات وعمليات التشغيل بشكل منفصل إضافة إلى العبث في تغيير أرقام الرحلات وتكرارها وعدم الالتزام بمواعيد الإقلاع وعدم تمييز وتحييد وتحديد الطائرات وتجاهل الإذن المسبق أو حتى التنسيق مع مطار الوصول وضافت المصادر أن الميليشيا بهذه السلوكيات المنفلتة تواصل إصرارها على مخالفة قوانين الطيران المدني وتعريض المسافرين للمخاطر وحضرت المصادر من هذه التصرفات غير المسؤولة دعيا إلى تدخل عاجل على الجهات المعنية لوقف هذه الجرائم بحق المسافرين وتعكس الميليشيات بهذه الممارسات استهتارها رغم الاتفاق المعلن برعاية الأمم المتحدة تحت مسمى اتفاق تدابير خفض التصعيد الاقتصادي للتهدئة في أكثر من ملف بينها طيران الجمنية بعد احتجاز الميليشيات أربع من طائراتها في مطار صنعاء إضافة إلى احتجاز نحو 200 مليون دولار من أرصد الشركة في البنوك الخاضعة لسيطرتها في صنعاء ترجمة نانسي قنقر